السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة عن عربية تكلمت عنها كتير وعملت عنها اكتر من فيديو بس بصراحة العربية بمواصفاتها وامكانياتها والكماليات الموجودة فيها وكمان سعرها المناسب كل الكلام ده خلاني اعمل فيديو جديد وكفاية انها ياباني ومتسوبيشي هنشرح في الفيديو ده مواصفات متسوبيشي الانسر الملقبة بعيون صفية جيل الرابع من موديل 1988 لحد 1994 1994 من المتوقع من لانسر في كل جيل جديد بتقوم بعمل تغيير كبير في عربياتها لكن الجيل ده اخد شهرة كبيرة في الوطن العربي وكان تقريبا اول ظهور كبير للانسر في الشرق الاوسط وبالاخص مصر والدليل ان الموديل ده اخد لقب بعيون صفية وتسمت بالاسم ده لان المصابح الامامية بتاعتها هم شايفين انها بتشبه عيون الفنانة صفية العمري طبعا انا مش فاهم ليه الكلام ده بس مش مشكلة بالنسبة للتصميم الخارجي الجيل ده اتغير تصميمه الخارجي كليا عن باقي الاجيال بسبب نظام المصابح الامامية والشبكة الهوائية وتصميم المصابح والشكل ده قاعد في جيلين بعد كده لكن اللي كان بتغير شكل الفوانيس الخلفية فقط بالنسبة للتصميم الداخلي ما تغيرش التصميم الداخلي للعربية لكن الاختلاف في نظام فتحات المكيف بس وشكل الدريكسيون العربية المحركات في العربية دي الجيل ده نزل بعدة محركات بتتراوح الساعة بتاعتهم من 1300 سيسي ل 1800 سيسي اول نسخة بدأت بها لانسر عيون صفية هي بمحرك ديزل 1800 سيسي وكان بيولد قدرة بتصل ل160 حصان وبعدها نزلت نسخة اقل في الاداء لكن كانت دفع رباعي وكانت بمحرك 1800 سيسي برضو كانت بتولد قوة 97 حصان بعدها نزل المحرك بساعة 1600 سيسي وكان نازل في عربية مواصفاتها كالتالي العربية اللي هنتكلم عنها دلوقتي بدأ انتاجها 1988 انتهى انتاجها 1992 المحرك بتاعتها كان احتراق داخلي كانت سيدان وعدد ابوابها اربعة ومقاعدها خمسة استهلاك الوقود كانت بتعمل 15 لتر لكل 100 كيلو متر مقطوعة سرعتها القصوى كانت 215 كيلو متر في الساعة قدرة المحرك ده كانت 160 حصان وعزم دورانه 221 نيوتن متر عدد استواناتها كانت اربعة اربعة صباب لكل استوانة يعني باجمالي 16 صباب وكانت شغالة بالحقن غير المباشر المتعدد النقاط مساحة الشنطة الخلفية كانت 337 لتر وساعة خزان الوقود كانت 50 لتر ابعاد العربية دي كان طول 4 متر 20 صنطي عرض متر 60 صنطي ارتفاع متر 40 صنطي وبالنسبة لنظام الدفع كان رباعي ونوع نائل الحركة كان يدوي وعدد تروس وخمسة فراملها الامامية والخلفية كانت ديسكات وفيها نظام مساعد فرامل ABS والديركسيون بتاعها كان نازل باور حجم ايطاراتها كانت 13 بوصة 80 155 بعد ما انتهى من تصنيع الموديل ده ظهر الموديل الجديد وكان المحارج ده اقل في الامكانيات لكن الاداء كان اعلى من الموديل السابق وكانت العربية دي بتولد قوة بتصل ل140 حصان وقدرة قليلة جدا عن الموديل السابق طبعا وكانت بعزم دوران يصل ل168 نيوتل متر وزهدت صورة العربية دي عشان تبقى 240 كم ساعة وكمان حجم ايطارات اكبر بقت 14 بوصة وكانت صارعها قوي جدا من 0 100 كم بتوصلهم في 7 و 16 ثانية لكن الموديل ده كان احد عيوبه هو استهلاكه الكبير للبنزين ظهرت اصدارات كتيرة من الجيل ده وكانت الاختلافات في المحارج والاداء المواصفات اللي نزلت في الوطن العربي كانت اول عربية نزلت من الجيل ده في الوطن العربي سنة 1991 واعجب بيها الناس جدا وكانت نزلة بمحارج مش قوي بسعة 1300 سيسي ودي اللي موجودة في مصر وهنتكلم عن مواصفاتها الاساسية بدأ انتاجها سنة 1991 وانتهى انتاجها سنة 1994 محركها كان احتراق داخلي العربية دي سيدان 4 باب 5 مقاعد وكانت بتستهلك 9 لتر لكل 100 كم مقطوعة وسرعتها القصوى 163 كم ساعة بالنسبة لمحركها كان قدرته 75 حصان وعزم دورانه 102 نيوتن متر عدد استواناتها 4 وقدر الاستوانة بتاعتها 71 ملي متر ثلاث صبابات لكل استوانة باجمالي 12 صباب او 12 صمام والعربية دي كانت كارب راتير لوزن كلي كان 1465 كيلو جرام وحمولتها القصوى 585 كيلو جرام مساحة سندوق العربية هو هو زي اللي فاتت 337 لتر وساعة خزان الوقود برضو 50 لتر العربية كانت طولها 4 متر 20 صم عرضها 1 متر 60 صم ارتفاعها 1 متر 40 صم ونظام الدفع بتاعها دفع امامي ICE نقل حركة بتاعها يدوي وعدد تروس وخمسة وفراملها كانت الامامية ديسكات والخلفية درام مفيش نظام مساعد فرامل ABS ودركسيوم بتاعها كان باور وحجم اطاراتها كانت 12 بوصة 80 155 هي دي مواصفات الموديلات اللي نزلت للشرق الاوسط وطبعا الكماليات وبعض المواصفات بتختلف من دولة لدولة على حسب المستورد او ما يسمى بالوكيل لان طبعا الوكيل هو اللي بيحدد مواصفات وكماليات العربية اللي بيستوردها لو استفدت من الفيديو دوس لايك ولو عاوز تعرف اكتر عن العربيات ريفيوهات ومقارنات واسعار اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تعرف اول ما ينزل فيديو جديد وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون مفيد واشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة